اشتركوا في القناة وده تعتبر من اكبر مؤسسات على مستوى العالم بتدعم قادة المستقبل هذه المؤسسة بيتقدم لها كل سنة 120 ألف واحد من العبقرة او عبقرة المستقبل بيختاروا منهم مية المية دول بيستثمروا فيهم هذه المؤسسة اختارت ولادنا الاثنين فاطمة محمود فاطنة محمود او فاطمة يعني بيقول فاطمة ده جميل يا ومحمد اشرف الاثنين دول هذه المؤسسة قررت انها تستثمر فيهم استثمارين استثمار مالي قدروا مليون دولار مليون دولار ده هيكون في تعليمهم يعني كل واحد هيكون على تعليمه 500 ألف دولار والتاني انه المؤسسة بتتوقع ان الاثنين دول هيكونوا من اهم مية قائد من قادة المستقبل في العالم طبعا دي حاجة يعني يعني الكلام فيها يعني خلص لازم نسمعهم لازم نعرف قادة المستقبل فاطمة اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بحضرتك احنا يعني فرحانين بك قوي 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 لا يخليك وانت محمد يعني مبروك يا حبيبي الله يباريك فيك فاطمة المسابقة طبعا اول الجائزة اسمها اسمها رايز جلوبال صح رايز جلوبال احكينا عنها اوكي المسابقة دي في الاول خاص كان في واحدة زملتنا السنة اللي فاتت اتهلت فيها هي كانت اول سنة السنة اللي فاتت بس فاحنا عرفناها منها وكده يعني فبس حبيت اللي انا قدم فيها لانها مختلفة ومش بس بتقيس برويجكت وتقيس حيات من دي لا هي بس بتقيس كمان سكيلز فده كان بعتبر تيست لي لانا اتأكد لانا هل انا فعلا خدت السكيلز لازم خلال الفترة اللي فاتت يعني وكده بس كنت حابة جدا اجربها بعيدا بقى عن الفلوس والمسابقة وكده نفسها طبعا المهارات اللي اتتعلمتيها دي اهم حاجة اه هو ممكن ما كنتش داخلة اكتسب منها مهارات قد ما كنت داخلة اتست المهارات اللي انا اكتسبتها في الفترة اللي عادت بس فعشان كده كنت حابة ايه بقى المهارات اللي اكتسبتيها وعملت لها اختبار في المسابقة دي البرزنتيشن سكيلز سكيل و البروبلم سولفن سكيل وبرضو مهارة التيمورك اللي هو العمل الجماعي والان ازاي يحل مشكلة معينة اتعلمت انك تعملي بريزنتيشن كويسة وانك تحلي مشاكل والعمل ضمن فريق عمل الجماعي بس فيعني دولة تقريبا اكتر تلاتة برضو اللي انا ازاي ادت الفيديو وكده ده كانت حاجة كويسة اتعلمتها خلال التجربة يعني عشان كنا بنعمل فيديو وكده فخلال التجربة دي اتعلمت ازاي ادت الفيديو ازاي اشتغل اكتر ازاي مكونش فيديو عادي وكده فبرضو اتعلمت الحتة دي جدا انت اشتغلتوا مع بعض انت ومحمد لا هيا فردية كل واحد لوحد كل واحد لوحد وانت بقى محمد او انا بالنسبة لي من المسابقة المهارات اللي انا استفدتها بعيدا عن اللي فاطمة قالته انا بالنسبة لي دايما احب اتعامل مع مجتمع يكون يساعدني ان انا اطلع لقدام ما يكونش افضل فما كاني كده او اتعامل مع مجتمع يقلل مني او يقلل من اللي انا عايزه فدلوقت المجتمع الرئيز هو الفكرة ان تتعامل مع مئة وعشرين الف واحد انا مستوى العالم كله طمام هو مش بتتعامل معهم كلهم بس هو الفكرة ان في ناس معينة بتبدأ تكلمهم وتبدأ تعرفهم من بلاد مختلفة انا عرفت عصلا واحد من بلجيكا واحد من امريكا واحد من الصين وكذا حد يعني فان انت تتعامل مع الناس دي اللي هوا بتعلم من اهدافك وتعلم ان انت عايز تطلع تسافر برا ان انت تتعلم تعليم كويس وكده عاوزة اسألك سؤال بقى انت دلوقتي يعني تعاملت مع شباب من سنك يعني في اوروبا والدول المتقدمة بزبط احنا كويسين اه بزبط احنا كويسين ده مهم لو ما كناش كويسين ما كناش رباين عين بس وانت يا فاطمة طبعا وبزبط اللي احنا اربعة من مصر وسط المية دي كانت حاجة كبيرة جدا صلاحة من اغلى الدول مصر يعني اغلى الدول العربية مثلا هتلاقيها واحد يا مافيش ومصر هي تطلع منها اربعة السنة اللي فاتت طلعا منها اتنين فستة على مستوى العالم كله من متين واحد السنة اللي فاتت والسنة دي فدي حاجة كبيرة جدا طب فاطمة هسألك كده بيني وبينك يعني انت دلوقتي الجائزة بتاعة رايز جلوبال هو خمسمائة الف دولار هيتصرفه على تدريبك وتعليمك طيب تخديهم في ايديك ولا تتدرب وتعليمي بيهم اتدرب اتعلم بيهم عشان لما اتدرب اتعلم بيهم هجيب اكتر هجيب اكتر شوف برضو شوف وينتا استاذ انا طبعا برضو اتعلم بيهم بس هدفنا هدفي المسابقة دي قصلا ان انا كنت عايز ادرس برا وان انا حاول لعلي فرصة وبولي في دمعات برا بدنا ان انا هيكون معا دعم مدي يعني من برا بس انت احكيلي عنك شوية فاطمة يعني عندي كم اخ كم اخت ايه من من ايه انت من بني سويف لا انا من الفيوم بس مدراسي ستين بني سويف عندي كم اخ عندي اتنين اتنين عندي اخت واحدة اتنين عمرهم قديبة واحد داخل اول عددي والتاني داخل اول سنوي وعندي اختي دخلة تلتة ابتدائي بس طبعا اختك تلتة ابتدائي انت ماما بالنسبة لانت اللي بتعلميها كل حاجة او كده ها او هي اللي بتعلمني على حتى والوالد وانت منين من الفيوم من انا من مركز طمية بالاخص قارية كسرة شوية الله الله احكيلي على القارية بتاعكم مين الغرس فيك حب العلم وازاي دخلت مدرس المتفوقين طوام في الاول خالص انا كنت قصم مدرسة حكومية عربيا عادي خالص استام او مدرس استام بندرسها في الانجليش في البراجراف كده في الانجليش دم انا كنت في تلتة عدادي يعني وكده بس مع الوقت عرفتي عن استام حبيتها جدا في الاول ركتش واثقة الى حد ما اللي انا هتقابل فيها او هروح يعني انا كنت متأكدة اللي انا هجيب درجة كويسة في تلتة عدادي انا هجيبت ميتين تسعة وسبعين ونص من ميتين وتمانين فهو اول حاجة قصة عشان نخش استام لازم الاول اللي احنا نكون جايبين درجة حلوة في تلتة عدادي ونفس الوقت بنخش بعدين بنخش اختبار قبول ايه بقى الدرجة اللي لازم عشان طب اكيد في ملايين نفسهم يقدموا دلوقتي في استام اه ازياد من تانية تسعين في المية اه هتكون مقفل مادتين من الماس والساينز والانجليش او ان ان انت مقفلهم مية في المية اه في تلتة عدادي بالضبط اه مثلا تكون ازياد من 95% وقفل مادة واحدة منهم بس وبعد كده في انتحانات وقبول زي هو وفات معي اللي تعمل اه بس فأنا كنت من الجزء الاول انا كنت متأكدة اللي انا هعدي يعني الى حد اما بنسبة اختبار القبول هو كان في الساينز والماس وكان في الساينز والماس والايكيو والانجليش فانا الصراحة سعيدني مدرس جدا انا حافة اشكره جدا انا سيد محمد عبدالعظيم هو مدرس ماس تمام هو الصراحة كان بيعود معي وبنيعود نحل مع بعض وبنحل اي كيو وبنحل حقيقة كتيرة جدا دف باني سويف بقى لا في الفيوم لا احنا يسا مروحناش باني سويف بالضبط بس فكان بيساعدني جدا لحد الحمد لله يعني لما تقبلت تقبلت استم باني سويف هي طبعا قريبة هي بتبقى بالرغبات يعني لما تقبلت استم باني سويف بقى وروحت هناك كنت في الاول حسن لنا لا انا مش قدر اتقلم مع الوضع بس عمري ما فكرت اللي انا حاول من المدرسة يعني كان فيه قدامي اوبشن اللي انا حاول بس انا عمري ما فكرت بس دايما كنت بحيث هو انا هقدر اكمل هو انا دايما كان جوايا الاسئلة دي فخدت استم بالذات من الترمي التاني في سنة اولى اللي انا لأ انا فعلا هقدر اعمل حاجة وحرفين كنت بقدم في كل المسابقات بقدم في اي حاجة تقبلني لو في بروجيك بس خطر على بالي كده لأ انا هشتغل عليه انا اشتغلت تقريبا على اكتر من اربع بروجيكت حد رأتي اللي هو لا انا لازم اجرب كل حاجة وفعلا اكتر حاجة تعلمتها انه هو مش اللي انا عشان اتعلم اللي انا اسمع من الناس اكتر من اللي انا جرب واقع وتعلم يعني انا كنت دايما بحب اتجرب المسابقات حتى لو انا مش عارفة هي ايه المسابقة دي يعني انا ما اتجربتش اخشها قبل كده ما سمعتش من حد قبل كده بس انا عاوز اخشها عشان اخوض التجربة حتى لو فشلت هقدم فيها السنة اللي فاتت طب فاطمة ببص يا محمد وفاطمة بتقول ان انا جرب وتعلم واقع واقف رحت انت عملت كده ايه عشان وقات كتير اه احكي وقات ايه بقى اه في الاول انا كنت في مدرسة لغات خاصة كان بس منهاك سهل وكان بذكره بسرعة وعلى طوله عادي لما دخلت قوله سنوي انا كنت عارفة اتقلم على اي حاجة اصلا خالص وكان بالنسبة ان السكن وان انا اروح سكن وبعد عن اهلي ده كان حاجة مختلفة تماما يعني بس بعد فترة لو انا كنت كزا مرة بحاول وقلت خلاص بقى بعد ما اقولها ضعت مني قلت ابدأ اجرب تانية فجت الترمي الاول الدرجات وقعتني جمد قوي في الترمي الاول خالص فمع برضو كنت زي فاطمة كده ان انا كنت بحاول درجاتك كانت ايه في الترمي الاول شوف فاطمة بتاتحك واضح ان عندها معلومة هي بص الدرجات بتبقى زي ما اصلا متأسمها من 90 ل95 ايه او من 95 لأ انا كنت بقى جيب C و D بلس وكان حاجات واع طب ده كلام مهم جدا يعني احنا نجيب C و D وما نقلقش بالضبط يعني اجبت D بلس في مادة وC في مادة و2C بلس فكنت توقعت واع جامد واي حاجة كنت قدمت فيها انا اطرفت يعني ما تقبلتش باي حاجة انا ولا دخلت مسابقات مثلا واجبت فيها مركز على مصر مثلا او كده لأ انا اي حاجة كنت ادخلها لأ كنت اطرفت دايما بعد كده لما كملت فرويز هو اولا كان الموضوع الغريب انه هو ما جاليش ايميل اصلا زي ما جال الباقي الناس يعني كان مفروض ان في 120 ألف واحد قدم انا متعالي من 120 ألف واحد كلهم وصلوا اللي وصل ليهم الإيميل إلا أنا الناس اللي تعابلت عن دقيقين داي مش ماشي معك الناس اللي تعابلت والناس اللي ترفضت وكده فافضلت قعدت ابعت لهم على الإيميل وكده وكي اقلولي ان انت ترفضت أصلا خلاص وبعد كده بوفاجئ ان ان انا كنت بتكلم مع حد وقولوا ان انا ترفضت في كذا حاجة فقال لي لا انا مش مصدقك واكيد انت تتقبلت في اي حاجة ففتح الإيميل ببص كده لقيت ان حصل تغيير في القرار وان انا ايه متضمن الخمسمية اللي تأهله الأول يعني بعد كده كان نقص بتحاولي ساعة ومص عبال ما اقول لهم لو ها صمت ان انا معاهم كده وبس وساعته كان ساعتها في كذا حاجة امتحانات وكان فيه برضو كابستون ببالينا ان احنا نعمل العرض للمشروع بتاعنا في المدرسة فكان الوقت ده كان نعرض للمشروع 8-6 والانترويو بتاع رئيس كان 12-6 غير بقى الابليكيشن بتاعتهم فلا يعني وقيت كتير قوي والحمد لله ربنا اكرمني في الاخر الحمد لله فاطمة انت يعني ساكنة او عايشة في الفيوم ومدرسك في بنسويف الاب والام لما يعني تقبلوا الفكرة دي في الاول بجد بابا وماما كان اكتر حد دا عملية كل الناس كانوا بيقول انت هتسيب بنتك تمشي مش عارفة ايه دا بنت كده بزد دا بنت دا بيتقال دا الطبيعي بس لا بالعكس بابا عمرو ما فكر في التفكير دا اصول تتكلمين عن بابا بابا وماما مين بابا وماما لان هما دول الابطال اللي قدموكي لنا بالضبط مهما قلت بجد يعني مش عيكا فيهم هما دايما حقيقي لي هما دايما بجد اللي هو جرابي دا عملي دا حتى لو مختلف وبالنسبة للكوميونيتي بتاعنا هو مش حاجة اللي هو لا دا بنتي والكلام دا لا هما دايما كانوا قفين في ظهري دايما بيشجعوني في اي حاجة حرفين في اي حاجة لو وقعت في حاجة لا هما بيقولوا انت هتنجحي في اللي بعدها يعني انا واصلا في السنة اللي هي السنة ثانية سنوي كنت مقدمة ثلاث حاجات كنت مقدمة تطور وايسف ورايز التطور كانت على مستوى الوطن العربي وايسف كانت على مستوى العالم طبعا بعد ما بتأهلوا يعني الامريكا ورايز اللي احنا فيها دلوقتي في الاول انا قدمت كانوا ماشيين حرفين حسب العلو كده اللي هي واحدة على مستوى الوطن العربي بعدين الاعلى منها وهكذا فالمهم كنت مقدمة ثلاثة دخلت اول حاجة تطور بقيت من فاينالست من ضمن من خمس تلاف بقيت من ميتين بس ما كملت وكلمت ماما كنت عاملها والله يا ماما ما كملت رح تقاتلي ان شاء الله هتبقى الخير في ايسف قدمت ايسف راح الجاية برضو وقعت راح تقاتلي يبقى الخير في رايز الله دي القوم من مصرية القصيلة الجميلة دي ماما دي ربنا يخليها لك قدمت رايز بقى وكتابت اللي هو بعد انا فعلا وقعت في حاجات بس هيك اتقلم من حاجة جايالي في المستقبل في حاجة اعلى بكتير برضو نفس اللي حصل مع محمد انا برضو عارفت متأخر هما كانوا بيحاول يتكلموني بقى لهم اسبوع بس انا كنت في وقت اللي امتحانات وكده ساعة ما كنا من الخمسمية يعني الميل بتاع الخمسمية كنت في وقت اللي امتحانات ومن بفتحش واتساب ولا بفتح اي حاجة راحوا جايين هما كانوا المفروض بعتوا ميل يعني الناس يتقابلت والمفروض اللي الخمسمية ده بيوملوا زي فورم كده عشان يأكدوا مكانهم في الخمسمية قبل معاد محدد هما بقى عميني يبعتولي ميلز اكتر وعميني يكلموني واتساب ويكلموني ويبعتولي على الرقمي ويكلموا حد هنا من مصر عشان يوصلي يعني حراك كتير جدا لحد بالصدفة جدا عرفت في الآخر كان فاضل تقريبا خمس ساعات والفورم يقفل برضو نفسي الكلام هو طريق البناء دم يا محمد يتحس ان ربنا كده يعني يعني ايه بعلامة الازن تيسير صح؟ ايه فلوربنا ازلك بشيء بيسر طول الوقت بزبطة وكان في حد قال لي جملة كويسة جدا ان انت ممكن كل الوقعات اللي انت وقعتها دي عشان تعرف تتكلم في الآخر فرويز يعني انا كان اغلب الجزء بتاعي ان انا بشتغل على الموضوع ده ان انا قد ايه فشلت وان انا قد ايه كذا وقد ايه كذا لان هم عايزين صفة كده اللي هي مصابرة هم عايزين يعرفوا انت عملت ايه عشان تبقى عندك صفة المصابرة دي فكت كتبت كلام كتير قوي عنها فكون ان انا تقبلته في الانترفيو برضو سألوني على حاجات زي كده بس فعرفت اتكلم عن الموضوع بقى عندي كلام اقدر اتكلم عنه مش اقول مثلا حاجات تفاة او حاجات عادية لا انا وقعت كذا واععة اقدر اختار اي واععة منهم واتكلم فيها بس يعني فالحمد الله انا دلوقتي معايا اتنين يعني ان شاء الله يعني يتعمل لهم اختبارات وتم توقع ان دول هيكونوا من اهم مئة قائد من قادة المستقبل في العالم فاطمة ايه اللي انت شايفاه احنا محتاجينه في مصر في التعليم اه او يعني دايما محتاج اسمع وجهة نظر بقى وجهة نظركم انتو لان انتو كمان اللي على الارض اللي هم اللي بتشتغلوا وبتذاكروا وبتتعلموا ايه اللي احنا محتاجينه عشان نبقى احلى اعتقد اللي احنا محتاجينه ومش اللي احنا يعني نظام التعليمي الجديد هو طبعا حاجة جميلة بس اللي لازم يتضاف فعلا لي اللي هو فكرة البروجيكت فكرة اللي احنا نفكر فعلا في ناس كثيرة في عام بيكلموني عندهم افكار ثم مش عارفين ازاي ياخدوا استاب اللي هم ينفذوا الافكار دي بس احنا عشان عندنا في استام احنا قريدي بناخد الاستاب دي قريدي بنجرب قريدي بنحايل وعندنا كابستون فلا احنا عارفين احنا بنعمل ايه اما هم بيكونوش عارفين مع انهم عندهم افكار كتيرة جدا يعني انت عاوز النظام اللي بيحصل في مدارس سيستام اللي هم المتفوقين ينتقل الى بقية المدارس العداية وبالاخص الحتى بتاع البروجيكت يعني دي التفرق اه فكرة المشروعات البحثية اللي انتو بتعملوه بتنفذوها على وكلما يكون على هذه درجات هيلاقوا الناس بتهتم بيها اكتر او الطلبة بيهتموا بيها اكتر وانت يا أستاذ انا الصراحة بالنسبة لي ان اهم حاجة ممكن تضاف ليهم يعني يكون في جزء لازم ان هم يجربوا ويصعب نفسهم ان هم ما يندفعش احوار مثلا درس معين ان انا اعتمد على الدرس ان انا اعتمد على المذاكرة وخلص الكلام على كده يعني فشايف ان اهم حاجة ان الواحد لازم يدور على هو عايز ايه ويبدأ بقى يشوف ويطور ازاي بس ان هو يفضل يكون خلي مثلا حياته مذاكرة بس او حياته كذا ده مش هيوصل لحاجة كويسة يعني هو هيفضل واحد عادي مش هيوصل للعالم مثلا مش هيعمل حاجة تفيد الباقي فبس يعني فانا شايف ان اهم حاجة ان الواحد لازم يدور لازم يدور ويسعى واهم حاجة السعي دي بالنسبة لي يعني لازم تبقى اي طفل موجود في مصر يعني ان هو لازم يحاول يسعى طيب انتوا بتقولوا كلام مهم جدا انا سرحت حتى وانا قادكم حاوزق بورا ولا مطب بوراكم هنكمل كلامنا ان شاء الله بعد الفاصل من دروكسل هنا القاهرة من رام الله هنا القاهرة من مغدشو هنا القاهرة من برلين هنا القاهرة من تونس هنا القاهرة من دمشق هنا القاهرة من موسكو هنا القاهرة من بيروت هنا القاهرة من بغداد هنا القاهرة من عمان هنا القاهرة من نيروبي هنا القاهرة من عدن هنا القاهرة من مرسليا هنا القاهرة من طرابتوس هنا القاهرة من أنقرة هنا القاهرة من مغازي هنا القاهرة من الخرطوم هنا القاهرة من واشنطن هنا القاهرة هنا القاهرة عاصمة الخبر يا الله على الجمال حلم حلم يا رب دايما اسم القاهرة واسم مصر يتقال في كل مكان في الدنيا هنا القاهرة المتحدة للخدمات الإعلامية تساعد قريبا لإطلاق قناة القاهرة الإخبارية وإن شاء الله قناة دي كانت حلم بالنسبة لنا جميعا كلنا كنا بنحلم بإطلاق هذه القناة لكلها صبغة أو صيغة دولية تقدر تخاطب العالم كله وكلها تأثير على مستوى العالم ما تكونش قناة إخبارية محلية فقط وتنقل لنا أخبار العالم كله نشوف إلي بيحصل في الدنيا وكلها تأثير في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي ربنا يعين الأستاذ أحمد الطهري زمنا الرئيس قطاع الأخبار في المتحدة للخدمات الإعلامية وألف ألف مبروك لمصر وبالتوفيق إن شاء الله لمتحدة للخدمات الإعلامية في قناة القاهرة الإخبارية وألف مبروك لزمنا الأستاذ أحمد الطهري وهو أده وقدود وإن شاء الله تبقى حاجة كويسة إن شاء الله حسيته بإيه لما شفته البرومو ها؟ طبعا فخر كبير أشعاره ها أنا أشعرت أنا أول ما شفت البرومو ده يعني إحنا دايما بنفرح يا محمد لما بنشوف اسم بلدنا في كل مكان صح؟ أه أكيد طبعا وأنا يعني إن شاء الله يوم يعني يوم هروح كذا بلد وبرضو هبقى حولي عالم مصر وأن أنا أولي هون القاهرة برضو بس يعني وإنتوا يعني إنتوا رفعتوا اسم بلدكم يعني في المشهد بتاع رئيس جلوبال يعني حاجة في منطقة العظمة اللي عملتوا ده فأنتوا يعني يعني رأيت الوطن دايما إنت يعني اللي جاي إيه إن شاء الله يا محمد والله أنا دلوقتي بحاول أشوف الفرص اللي تساعدني أن أنا أكمل في الاهتمام بتاعي اللي هو Biomedical Engineering وبس يعني أحاول أدور على كذا حاجة ممكن تفيدني فيها وإنت يا فاطمة أنا برضو أفكر جداً اللي أنا أطلع بيره مصر مش عشان هيضور بس أنا نفسي جداً أدرس في أمبيكا عشان نفسي أعمل دابل ميجور نفسي أدرس مادسون عشان تأخذ العلم وترجعت فيه دبالة طبعاً بس هو ده الأساس حاجة أكيدة أصلاً أه هو ده الأساس أصلاً مستحيل تسيبي بابا وماما لازم ترجاع عشان تساهمي في أن بابا وماما يكونوا مبسوطين وفخورين بك بأنك بتطبقي كل الأفكار اللي هتتعلميها برا بس كنت عاوزة أدرس أنا أحبا مادسون جداً نفسي أكون مجدي عقوب بس مش في القلب ومخه أعصاب إن شاء الله ومخه أعصاب نفسي جداً يا رب إن شاء الله بالتوفيق أنتو اللي اتنين أنا مش مزهقين منكم أنا بحبكم أنتو اللي اتنين ربنا وفاكم يا رب ويعني يعني المجد كل المجد لكل أسرة مصغيرة بتتعب على أولادها عشان يطلعوا بيشرفوا بالشكل ده يعني بشكركم جداً ممكن أطلب حاجة بس فضالي كنت حابة بس اللي أنا لو ينفع يجيلي دعوة اللي أنا أحضر مؤتمر المناخ لأن ده أصلاً بالبروجيكت بتاعي في رايز كنت حابة جداً اللي أنا أحضر وشارك بالبروجيكت بتاعي ولو ينفع أحضر يعني إن شاء الله إحنا عندنا هو واحدة فازت ضمن أفضل مية في العالم وأكيد محمد عاوز يقول بس مكسوف مؤتمر كوب 27 نفسهم يحضروا المؤتمر لأنه جزء من شغلهم البحسي بعد ما حصلوا على منحة قدرها مليون دولار في التعليم أشكركم جداً 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 نشكر حضراتكم جداً ونلتقي يوم الخميس والجمعة القادمين في حلقات جديدة من برنامج مصر تستطيع موسيقى موسيقى موسيقى